هنبدأ كده بسم الله أول حاجة هنبدأ بيها لالفا بفغانسي الحروف الأبجدية تمام؟ أنا هقرأها الأول مرة الواحدة بعد كده أنا هقرأ وإنت هتقرأ معاي بعدي يعني أنا هقرأها الأول كده الواحدة وكيف أسمعها مني كويس؟ عشان لما يجي دورك تبقى سهل عليك أ شطور يا محمد أ بي 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 سي سي دي دي أ أ بي بي سي دي دي نقف عند الحرف شطور انت نطاته كويس الحرف ده كأن عايز يدي الكسرة العادية بتاعة حرف الإي اللي في الإنجلش وعايز يدي برضو حرف الأو فطلعت بين الحركتين فطلعت أ أ كأن عايز أقول إي أيوة شطور تغيبية عايز أقول إي وأقول أو فطلعت معايا اسمها إيه بقى؟ أ جميلة غيبية أ طيب بعد كده أف 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 جميل طيب الحرف اللي جاي ده في الإنجلش أنا عارف إن هو اسمه جي لأ الفرانسي خلاه بقى إيه جي ها جي جي جميل يعني ده عكس الإنجلش أنا في الإنجلش بقول عليه جي الفرانسي خلاه جي طب بص كده الحرف ده اسمه إيه بالإنجلش جي لأ الفرانسي خلاه جي يبقى الحرفين ده العكس الإنجلش يبقى ده اسمه إيه بقى يا محمد ده جي جي طب هو روت جي جي لأ جي لأ جي جي عكس نتقوم في الإنجلش يعني ده في الإنجلش جي وده جي طب الفرانسي بقى خلاه ده اللي اسمه جي وده اللي اسمه جي طب قول لي تاني ده اسمه إيه بقى جي جي جميل طب هو دوت جي جي تغيب يا جميل طب نكمل هنا والوراية كده تاني آ آ ب ب ت ت د د أ أ أف أف ج ج جميل حرف اللي جاي ده بقى اسمه إيه اسمه أش 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 آ آ جميل طب إ إ إ إ إ إ طبعين جي جي ق ق ق ق ق ق ق ق ق ل ل م م ن ن أو أو يبقى ده زي وزي الإنجلش عادي أو تمام ب ب ك ك فاكر الحرف ده حرف الأي ده لما جاننا تناقلنا أ أو 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 تلع بين القسرة والضمة ده كمان شابة هنطق ده شوية بس بنقول عليه إيه ك ك يلا غي بتام ك جميل ك أغ أغ أس أس ت ك لأ لحظة بقى يا بيس حضرتك قلتي ده اسمه أيوة ده بقى بص كان بقي كده شفايفة كده بتتضم على بعضها دمة خفيفة جداً قلت إيه لكن ده بنقفل بققنا أكتر شوية وبنقول ا ا ا ا افل بقق كمان شوية ا ا جميلة غيبية في في دوبل في دوبل في كلمة دبل في الإنجليش معناها تنين وفي الفرنسي بيقابلها كلمة إيه دبل فزي ما كنت بقول في الإنجليش دبل يو دبل لا هنا بقول دبل دبل في يعني اتنين في شبكين في بعض دبل في دبل في ايكس ايكس ايوة ومش لما نيجي ان انت نقول الإكس لا الإكس دي في الإنجليش لكن في الفرنسي ايكس ايكس الحرف ده بقى لو أخدت بلك من نطق من أول مرة وانت لما تيجي تقرأ كده لوحدك خالص وتفتكره حعرف ان انت شطور الحرف ده اسمه إيه بقى إي جغك إي جغك شطور إي جغك إي جغك شطور زد زد طيب يلا كمان مرة مرة بعدك انت هتقول لوحدك اة اة بي بي سي دي 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 او 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 لا هنافل بقنا شوي مش اي او او جميل اف اف جày ج bay ه ه i j j k l l m n o p q q r هنقفر بقنا هنا زيادة شوية ونقول جميل على فكرة نقطق جميل ما شاء الله طب ارغم بالوحدك خالص يا بطل ا ا ا ا ايوة بي سي دي ا افتكارها بين القصة والدمة ايوة صح ا جميل كم ا ا ا ا ا صح ا 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 شطور كمل لأ كيدي انجلش انا عايزها بالفرنسية افتحها اديها فتحها ايوة كمل حبيبي صح كمل او بي 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 كي لأ كي لأ شبه دي شوية شبه دي لما كنا منعمل بوقنا كده كفرة وضمة يبقى اسمها ك ك ك ميش كمل اغ 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 اش اش ت ت ت ت ا ا ا لا 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 تاني محمد تاني كده ا ا ا جميل هنا v v double v double v لأ مش double double d كده انجلش double 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 w double v دو ما بوقك شوية كمان w w جميل كمل x x اتصارها شوية x 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 We y 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 وكده. انا عندي برضو دمائر في الفرانسة. لو حفزتها كويس هتساعدك في حاجات كتير جدا جدا. طيب احنا عندنا السنة دي في الترم الاول عندنا دمائر المفرد فقط. يعني الصف اللي قبلين ده. طيب ثوانية محمد. طيب بص يا بطل احنا عندنا قلنا دمائر المفرد يعني مفرد. عندي اول حاجة انا. جو. جو. انا يعني ايه? جو. جو جميل. انت او انتي. جميل. طيب هو. خلي بالك اول حرف ده حرف الاي اللي هو الاي بالانجلش بس الكمبيوتر بيكتبه كده. احنا هنكتبهم دلوقتي مع نفسنا كده في الشيت بتاعنا ونكتب بطريقتنا احنا عشان الحرف ده شكله يلخبط. فيه ناس في تقاريتها ال ال. لا طبعا. هي اي ال بالانجلش. بالفرانسي بنقول على حرف الاي ايه? وعلى حرف ال 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 عادي. فايل. طيب. هي يعني ال. طب لحظة بقى هاميس. سانية بقى ايه بقى الكلام ده? يعني الاتنين نطقهم زي بعض بقى فيه فرق. صح. هقولك الفرق بينهم ايه? انا عندي الولاد قوي شوية زيك كده. يعني ممكن لما اجا سلم عليك كده ممكن اهزر معاك واضغط على ايدك شوية كده ازيك محمد باضغط عليها قوي ليه? عشان انت قوي تتحمل فاقولك ال. هو يعني ال ونتك على ال اي بتاعتك شوية. لكن البنت رقيقة متستحملش ان انا اضغط على ديها فبخفف القصرة بتاعتها واقول اسمها ايه? ال. يبقى ال ال. قول يا محمد. ها. انت قول. ال. جميل. بس مش هنمط فيها مش هنقول اي. لا. ال. او ال. جميل تغب يا. طيب انا هقول وانت تعمل غطة غبت. افكو ما تقرر معايا. انا يعني ايه? ج. 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 انا ج. ماشي. ج. طيب انت او انتي ت. انت او انتي ت. جميل ت. انا عايزة صوت ال او ده يطلع كويس. احنا لسه نطقينه كويس. قلنا الحرف ده بيخليني اقفل بقي زيادة شوية. غير ده. ده بقول عليه او. لكن ده بنقول عليه او. او. هتلاقي بقك كده قرب يقفل شوية. تو. تو. جميل. طيب هو ال. هو ال. ال شطور بنضغط على ال اي بتاعته شوية لان الولد قوي وبيستحمل. طيب هي ال. هي ال. طيب بنقول كده مع بعض. ج. ج. تو. تو. ال. 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 جميل تغبية يلا انا هقولك العربي وانت هتقول الفرنسي. انا يعني ايه. ج. ج. لأ خفيف كده. ج. ج. جميل. انت او انت. لأ مش طو. لأ. انت الحرف ده كويس ويتوزبط معاك. ها. تو. تو. جميل تغبية. هو. ال. ال. هي. ال. 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 جميل ده. ما شاء الله تغبية. الدمائر دي لازم تتحفز كويس كل الحاجات اللي احنا نقولناها النهاردة في الحصة تسمع الحصة الجاية. فانا عندي هنا الدمائر دي. طب انا بحتاج الدمائر دي في ايه? هحتاجها في حاجات كتير. بس اول حاجة مهمة جدا جدا. هحتاجها استعدها يا محمد للمفاجأة دي. اهو. استعد عشان في مفاجأة دخل علينا. مفاجأة ايه يا ميس? الوحش. الوحش. لا استنى بس انت مش عارف المفاجأة. ايه الوحش ده? الوحش ده فيغب اطغ. ده وحش الافعال. ده كده وحش الافعال. ده اهم فيغب في الفرنسيه كله. طيب. تعرف تفتكر تقول لي فيغب اطغ معناه ايه? ولا مش فاكره? معناه الدمائر. لأ. فيغب اطغ. الدمائر موجودة اهيه جو والتيو والقيل. لكن الفرب ده معناه ايه? معناه يكون. تعال بقى عشان احنا هنصرفه كده. احنا بنفسنا في الشيت بتاعنا ده. بسم الله. بص يا محمد. انا عندي هنا فيغ باطغة. شفت يا محمد انت عندك في الانجلش. فيغب تو بي قد ايه مهم? شفت فيغب تو بي قد ايه مهم? اه. معناه يكون. معناه يكون. معناه يكون. انا عندي برضو وحش. ده ما عندنا فيغ بي ده وحش الانجلش كده. انا عندي فيغ باطغ برضو. معناه يكون. ده برضو وحش الفرنسيه. تمام يا محمد? يبا انا عندي الفغب ده مهم جدا جدا. طيب. انا لسه وقت جميل دلوقتي الضمائر مع حضرتك اخدت انا يعني جو. وانت او انتي يعني تو. وعندي هو للمذكر يعني ايل. وعندي هي للمؤنس يعني ايل. تمام جميل. انا بقى دلوقتي عايز انا كبرت بقى شوية. وعرفت يعني ايه الضمائر الشخصية. وحنبدأ ناخد تصريفات افعال. انا عايز اقول بالعربي انا اكون. طب انا عارف كلمة انا اللي هي جو. طب اكون يعني ايه? سوي. جو سوي. يبقى تصريف فيغ باطغ يا محمد. تركب معي حبيب. تصريف فيغ باطغ مع الضمير جو بيكون شكله كده. جو سوي. يلا وانا عايز اقول انت تكون او انتي تكونين. هتبقى تي 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 تي. دي بدي معناها انت تكون طبعا او انتي تكونين. بتمشي للمذكر والمؤنس. طيب اليل اخبرها ايه? عايز اقول هو يكون? هتبقى معناها ها? اه? 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 عايز اسمع نفقك. اه? طيب. اه? جميل. تغيب يا. طب هي تكون. اه? اه? الله. هو الال. بس حاول ما تخبطت في المايكة محمد لو سمحت. حاول تسبت ايدك على المايكة حبيبي عشان بيعمل وش كده. طيب. هو ميس الال والال. واخدين نفس الشكل ايه. مش احنا عندنا في الانجلش برضو. عندي هي وشي بياخدوا دايما نفس التصريفات. صح كده هي وشي وات. صح ولا غالب? طيب. بس انا في الانجلش ما عنديش ات. ما عنديش ضمير غير عيق. بس عندي ضمير تالت اسمه وحقول لك معناه ايه بس مش النهاردة. وبياخد زيهم بالصبب. عشان لو جاب لي. هو لسه مش عندي في الترمي ده قوي. بس هيبدأ يظهر اللي بعد كده. فبالمرة وانا بحفظ اعرف على طول اني قيل. وقيل. وقان التلاتة دول توقم. يعني ايه? يعني بياخدوا تصريفات زي بعض. طيب انا حقرى الواحدة ما تقولش معي. ولما اقلص تبدأ تقول معي. عشان هشرحه. وقراه بس ما تقولش معي تسمعني بس. عندي فيغ باطغ معناه بالعربي يكون. فيغ باطغ معناه يكون. طيب تصريفاته. لان لما اجا اسألك الحصة الجاية. مش هسألك اقولك انا اكون يعني ايه. وما اللي هتسأليني ازاي ميس? هقولك. قولي تصريف فيغ باطغ مع جسوي احفظه صم بقى. الفيربي ده ما بيهزرش. ده كده وحش الافعال. حد بيهزر مع الوحش. انت انفعت روح تهزر مع الوحش كده? لا. لا. ولا انا كده نقدر. شوف مش انا مش انا المدرسة الفرنسية هو ما ادرش اهزر معي ده انا بتديره تمامي فندم. نا ده انت الوحش. لازم اكون حافزك كويس. وما فكرش كمان وانا بسمعك. ده انا اكون جسوي تويه ايه ايه ليه ايه ليه اوني. واكون حافظ لسبلنج. واكون عارف كمان المعنى بالعربي. المعنى بالعربي ده مهم لان في ناس كتير هيا محمد بيكونوا حافزين جسوي تويه ايه 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 ايه. طب تيجي تقوله ايه ليه يعني ايه? مش عارف. جسوي يعني ايه? مش عارف لا 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 احنا مش عايزين كده. احنا عايزين نكون حافظين الفرب الأول المصدر بتاعه معنى إيه وانا حافظ الضمائر تمام أبدأ أشوف التصريف الفرب ده مع كل ضمير شكله إيه وكون حافظ وحافظ المعنى كده يبقى أنت عملت أول خطوة حلوة قوي في الفرنسي أنت تكون حافظت الضمائر وحافظت الفرب مهم زي ده وحافظ بتاعه وعرف المعنى بتاعه بالعرب ما أنا لو عرفت المعنى بتاع المصدر بتاعه أطغي يكون هكون عارف إنه جسوي أنا أكون أنت تكون إيه هو يكون إيه لي هي تكون طيب أنا حقرى الفرب ده مرة واتنين بس مش عايزة غلطة في النط ركز معي جدا مش عايزة ساعدك ولا صلح لك حاجة ماش حبيب جسوي جسوي تويي تويي إيه إيه يلا هتقول بعدي حاول تثبت السماعة بتاعتك أو المايك حقوله تقول بعدي بقى جسوي 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 تويي تويي إيلي 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 لوحدك بقى يا بطل الفرب اسمه فرب إيه جميل قول التصريفات بقى شاطور قول التصريفات جسوي 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 جميل كمي الحبيب لا مفيش هنا إيس إيلي وخلي بالك الاس ديم يي سايلنت مش هنطقها تويي تويي شاطور كمل إيلي شاطور تغيب يا إيلي يعني لو بنطق الاس ولا تيامي سلا مش بنطقه بنطق حرف الإي ده بس إيلي كمل إيلي 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 جميل والأون أون 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 شاطور طيب الفرب ده حتسمع الحصة الجاية سبيلنج ومعنى بالعربي وأقول لك فرب إطغ معناه إيه بالعربي يكون طب توييه يعني إيه أنت تكون طب قولي تصريف إطغ مع جسوي وتسبل فبصي تأسر عصر كده طيب دي حاجة بس في حاجة مهمة أنا كنت عايزة أقولها في اللالفا بي وفتكرتها سويني بقى بص يا محمد راحت فين يا ربي سويني كده لو ما إحنا بنقول للفا بي للحروف يا محمد الأبجادية أريد أن أقول لك على معلومة فتكرتها كويس قبل ما نقفل بص يا محمد أنا عندي الحروف دي فيها نوعين نوعين إيه ما إسمعي حروفه خلاص لأ عندي حروف متحركة وعندي حروف ساكنة كونسون طيب تعرف تقولي بأول إيه هي الحروف المتحركة في الإنجليش يا ميز حادك بتديني فغانسي دلوقتي أنا عارفة بس أنا عايزة الحروف اللي في الإنجليش كده عشان هزود عليها حاجة وخلاص قولي كده الحروف المتحركة إيه الفاولز اللي في الإنجليش اللي في الإنجليش اللي الأ ماشي الأ والأ والإ أيها جميل وإيه كمان هم خمسة والي والي وآي صحي كده إيه ده هو حرف إيه جغك ده متحرك للتغفويل اللي هي الحروف المتحركة اللي هي آ أو أ أو ب إ جغك أش أش أيوة طيب يعني إيه برضو يا مستبعنا هستفيد منها إيه لا هنستفيد منها حاجات كتيرة جدا أنا لو عرفت يا محمد إن السبع حروف دول متحركين يبقى باقي الحروف هتكون إيه يعني هفاهمك قصدي إحنا دهوقتي طلعنا خلاص الخمس حروف المتحركين اللي عندنا في الفرنسية اللي هي الآ سأنا كده أشوف الشير ظهر عندك وضعنا عندك ها حرف الآ ده جميل بس يلا نشاور كده الآ وإيه كمان أنا ماشي هو بالتغفويل لما قابلك حرف فويل شاور لي عليه ها 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 ده جميل طب أنا ماشي هو بسم الله من تغفويل تحت كده ها ده جميل تغفية طب وإيه كمان وده وده برضو مجموعة آه طب هنا هنا لأ ما فيش في هنا حاجة متحركة لا لا دي حروف ساكنة طب هنا كده في حاجة كده عديت أنا مشيت ها آه آه ده الو الو طب بسرعة قلقط قبل ما الماوس تمشي تمشي الوحدة ها 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 ده جميل تغفية جميل شطور ها ها ده جميل يبقى سبع حروف A E H I W O U وإيجراج حلوة قوي طيب لما احنا نقول ان السبعة دول احنا حددناهم او الفرنسي حددهم وخليهم حروف متحركة يبقى بقى الحروف دي حقول علي الحروف ايه بقى ساكنة ساكنة بالزبط اللي هي اسمع ايه بقى بالفرنسي اسمها كونسون يبقى انا عندي لتغ فويل اللي هو مين لتغ فويل اللي هي الحروف المتحركة السبعة اللي احنا عارفنا طيب الباقي هيكونوا كونسون ساكنة طيب هستفيد منهم ايه هاعرفك لما ناخد الفغب التاني ده احنا هناخد افعال تانية اوه بص بقى احنا بدأنا بالوحش ده ونقوله تمام يا فندم احنا حفظناك يا فندم وحسمعه الحصة الجاية تمام تمام طيب الفغب التاني هو مهم جدا جدا في الفرنسي بس مش وحش اوه يعني هو غلبان شوية بس مهم اللي هو مين فغب افوغ افوغ ده معناه يملك او عنده او لدي زي ايه في الانجلش زي تركز معايا محمد الفرب ده معناه زي يعني يعني اللي فوق كان اسمه في الفرنسي طيب فغب افوغ ده اللي هو زي في الانجلش طيب الفرب ده يميس لما اجي صرفه بص بقى الفرب ده ده ليه تكة كده مخصوصة اللي بياخد باله منها بعرف انه شاطر ومركز ايه هي الفرب ده ده ليه علامة حلوة اوه في الحبز اول حرف فيه حرف ايه يا محمد في المصدر بتاقى حرف ايه ده اه حرف الا طب خليك فاكر ان بقى حرف الا ده عشان هتلاقي كل التصريفات في الفرب ده في الدمائر المفرد اللي جاية بدأ بحرف ال ا يعني ايه يعني عايز اقول انا عندي او انا املك او انا لدي حكتب ج وحتلاقي اول حرف كده عارف يا محمد اللي انا كتبت وده غلط ليه يا ميس كتبتي غلط ليه شايف ال ا دي حرفه متحرك ال ا ده متحرك بص بقى انا هقول لك حاجة كده عن الدمير ج بس ما تتحكش الج ده انا مساميها الج المأموصة بتتقمس قوي عاملة زي البيبيهات يعني ايه هي بتحب تتحرك بتحب تتحرك طب نعمل لك ايه يا جي بتحب تلعب كده فلما بيجي بعدها حرف متحرك كمان بيحصل خنائة الحروف المتحركة يعني حرف ال ا ده متحرك وال ا متحرك طب نعمل ايه يا جي يعني احنا عايزين نصرف البرب وعايز اقول انا عندي انا املك هقول لك نحلها ازاي فضلوا يعملولي كده يا محمد طول الحصة يا بنتي انا عايزة اشرح الحصة يا جي اه دي لأ انا مش حقف يا ميس لو سمحتي ووقف ورايه حرف متحرك انا حتقمس طب نحل المشكلة دي ازاي جات لنا الابوستغوف الفتفوتة الصغيرة تستوب خلاص انا هحللكو المشكلة هقف في النص كده وافصل الجي بالابوستغوف عن الحرف المتحرك اللي جاي بعدها تاني يبقى الجي اصلا بتتكتب كده بس لو جي بعدها اي فيرب حيقابلني اول حرف كده حرف متحرك على طول الجي هتتحول للا يا محمد لا جي ابوستغوف تتحول لجي ايه ابوستغوف ضبط كده طب بص كده خليك فاكر الشكل ده جي ابوستغوف وحطيك التصليف طب نرجع للوحش كده لا ده الجي كتوقف عقلة ليه لان الاس والاس اصلا متحرك الاس ده من الحروف المتحرك لا لا يا ابوستغوف مش متحرك كيبقى الجي حطقف مبسوطة وسكتة وهدية وتسيبنا نخلص التصريف لكن لما جي وراها هنا حرف فويل متحرك مش وقفة يا بنت وقف خلينا نتحرف يا بنت الله يهديك لا مش وقفة مين حلالة المشاكل الابوستغوف الابوستغوف يبقى مين حلالة المشاكل الابوستغوف الابوستغوف ذا اللي موجودة في الانجلس ما ابوستغوف بالزبط كده حلو طيب لما قولك الفرب ده اصلا معناه يملك او عنده طب لما قول جي جي معناها انا ايه بقى انا ايه ده مع البرد ده ايه انا ايه انا ايه انا انا املك انا املك بالزبط زي اي هاف بالزبط في الاش طيب الدمير توي عايز اقولك انت تملك او انت عندك شكله كده توية طب لحظة بقى يمس نعم هو حرف الاو ده مش متحرك او متحرك طب وحرف الاو ده متحرك او متحرك طب ليه ما حولناش التول تي اباستغف لان انا قلتلك الجو هي اللي مقموصة مش التو كمان التو دي عقلة زي كده عقلة زي كده جريت فور عقلة ما بتعملش مشاكل بتقف عادي حتى لو جاي بعد ده حرف متحرك تاني يبقى مين اللي بيعمل الحركة دي الجو فقط لما بيجي وراها في ويل حروف متحركة بتبدأ تتحول لجو اباستغف بتقول ده يتحرك وده بتحرك خلاص اثبته بقى لاباستغف بتسبتهم بتسكتهم طب الدمير تو لا الدمير تو ما شاء الله عائل وهادي كده وقعد مستقر ساكت كده فقال لي عادي يا ميس انا هقفه بعد حرفه متحرك عادي بقت معناها انت تملك طيب حاجة عند الدمير ال واتفقنا اني ال وقال وان بياخدوا تصريفات زي بعض عشان هم التلاتة توقم بياخدوا تصريفة فتفوتة خالص اسمه حرف ال ا يعني لما اقول لك ال هو يملك ال هي تملك ومعهم الدمير طب نقرأ بقى تصريفات الفيرب ده لازم يا محمد اكون رابط المصدر بالتصريفات يعني ايه يعني لازم اكون انا مش كون حافظ جيته يا ال وانا مش عارف انا بصرف فير بيه يبقى فيغ بأفوغ بمعنى يملك او عنده او لدي لو انا عايزة اقول انا املك جي يلا حتقول لورايا كده يا محمد جي 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 بس ثبت المايك بلاش الخفط اللي في المايك ده حبيبي جي جميل جميل تغيبيا ايلا 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 اونا اونا جميل تغيبيا تمام؟ عشان برضو ده حيتسمى الحصة الجاي طب انا هسألك سؤال ينفع انا دكت بالجيل كده وخلاص بقى انا هخليها كده ايه رأيك نخليها كده؟ لا نخلي ليه يا ابني ما هيجيبتك كده بكده ليه شرح لي ليه ما ينفعش عشان قبل بعديها دعم متحرك تغيبيا والجي اللي بتعمل كده ولا كله؟ الجي بس اللي بتعمل كده ولا كل الدمائر هتعمل زيها؟ لا الجي بس الجي بس يا ميس هي اللي مقموصة على طول رفضة ان يجي بعدها حرفه متحرك تقول طب والله ايما انا وقفة بقى انا هفضل عاملكو كده بقى مين حلت المشكلة؟ لا باستوف يبقى انا عندي هنا بقى افواغ جي عايزك تقرى كده لوحدك بايا محمد ولا هقولي الاول اقول بعدك هتقرى جي جي دي نطقه على بس دي لما كانت لوحدها اسمها جي لكن بالتصفيف ده اسمها جي عشان ما تتلخبطش جي جي تويا تويا نطقنا الاس ولا حاجة؟ لا لا ايلا 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 اونا اونا جميلة غبيا طي يرول واحدك بايا محمد فيغ بايه؟ والت افواغ افواغ تمام يلا قرى اللي التصريفات جي لا جي اوعى بقى تقولي جي يا دي ولكن في الناس كتير فعلا بيتمطقها كده جي جي كميل كمل تويا تيويا تيويا جميل كمل إلى إلى أنا جميلة غيب يا إيه الجميل ده رفوية محمد طيب سويني كده طيب خلينا برضو نراجع هنا من البوكلة بتاعك على شخصيات اللي موجودة في الكتاب عندي أول حد هنا في الشخصيات دي الولد ده اسمه إيه أليكس اسمه إيه روحت فين أين ذهبت محمد أليكس ماشي طيب والبنوتة دي اسمها إيه زوي زوي طيب صورة مين دي صورة الجدة صورة أنا صورة تيتا اسمها إيه مامي عشان ما نفتكرش إن مامي دي مامتي لأ الجدة اسمها بالكتاب إيه مامي مامي حلو قوي طيب الكلبوزة ده اسمه إيه بقى كروكتو 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 طيب واللي شبه القطة ده اسمه إيه بقى بازيل بازيل جميل طيب واللي شبه البوبي ده أو الكلب اللولو اسمه فعلا إيه لولو 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 الأرنوب ده بقى اسمه إيه غوضلف 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 طيب غوضلف صباح الخير ما اسمك اللينك لما يطع يا محمد طيب نكمل هنا كده يا محمد عندي الونيتيقة الوحدة الأولى عنوانها بيقول لي صباح الخير ما اسمك طيب قبل ما نفصل كل العنوان ده لازم نقف عند كلمة بونجور بونجور معناها صباح الخير يمسأيه بس في حاجة لازم أعرف كل كلمة من كلمات اللي سالوتاسيون اللي هي كلمات الترحيب أو كلمات السلام أو كلمات اللي هي إيه كلمة روحت عن بالي الكلمات التحيات أنت بترمي الصباح على حد بتلقي الصباح على حد بتلقي السلام على حد أعرف أرد عليه بإيه يعني أول حاجة عذاك تعرفها لما حدي بيقول لي كلمة بونجور ردها إيه ردها بونجور يبقى لما بقول لك صباح الخير ردها بيكون ايه اصلا يا محمد بالعربي صباح الخير يبقى نفس الكلمة عندي كلمة بونجوغ ردها بونجوغ حوريك الصفحة دي عندي جايب لك بالتفصيل كل ايوا الصفحة دي كل سلام او كل تحية او كل جمل الترحيب بيكون ردها ايه يعني اول حاجة عندي هنا كلمة ساليو ساليو دي زي كده بالزبط في الانجليش هاي هاي دي بنقولها المين هاي دي بقولها للأدي في السن بقولها صديقي بقولها الوحدة صديقتي أدي وزملتي أدي في السن لكن ما نفعش أقولها للأكبر مني يعني ما نفعش أقول المدرس بتاعي ساليو ولا ينفع أقول لمامتي ساليو ما نفعش يبقى ساليو دي تحية بين الأصدقاء تمام طيب ساليو دي ردها ايه ردها ساليو زيها ما ممكن صديقك يقول لك هاي محمد فتقول له هاي وممكن تقول له صباح الخير يبقى ساليو ردها ساليو طيب بونجوغ ردها بونجوغ زيها طيب ده كل ده اللي فوق ده بين الأصدقاء طيب افرد دلوقتي بونجوغ انت انا قلت هيلك انت يعني انا اكبر منك وبقول لك بونجوغ هتقول لي بونجوغ مادام ينفع يا محمد انت ترد علي وتقول لي ساليو لو انا قلت لك بونجوغ ينفع تقول لي ساليو هاي كده وحركات من دي ينفع عايز اسمع ايجابتك لا امس لا ماينفعش لان ساليو دي بين مين تحية بين مين الأصدقاء زي بالزبط في الانجلش استخدام كلمة هاي هاي دي والله بقولها لصديقتي اللي قدي من سني لحد اصغر مني لكن ماينفعش اقولها البابايا لمامتي للمدرس بتاعي لا دي حاجات كده خفيفة كده بين السحو لكن بونجوغ ها انا لما قلها لك هترد علي بونجوغ زيها وتقول لي بونجوغ مادام طيب لو المدرس او مش شرط يكون مدرس اي شخص راجل اكبر منك لما اقول لك بونجوغ هتقول له بونجوغ ميسيو صباح الخير يا سيدي تمام طيب انا حسألك يا محمد ساليو ردها ايه ساليو حلوة اوي ساليو بونجوغ ردها بونجوغ حلوة اوي طيب وخصوصا بقى بصده بين الاصدقاء وخلي بالك هو كاتب لك او ساليو او ساليو يعني مستقل بقى بونجوغ ولا ساليو بين الاصدقاء براحتك هو يقول لك بونجوغ هتقول له بونجوغ زيها تمام هتقول له ساليو مش هيزعل والعكس لو هو قال لك ساليو ردد عليها بزيها ساليو عادي لو قلت له بونجوغ عادي برضو لكن بين حد صغير وحد كبير يبقى لازم هاختر كلمات معينة فانا لما قل لك بونجوغ انت هترد علي تقول لي ايه محمد بونجوغ مادام بونجوغ مادام حلو قوي طيب لو المدرس بتاعك او باباك لا مش باباك باباك مش هتقول له ميسيو لو راجل اي شخص اكبر منك وبيقول لك بونجوغ هتقول له ايه بونجوغ ميسيو بونجوغ ميسيو حلو قوي طيب انا دلوقتي عايز اتطمن عليك وقول لك محمد انت كويس هقول هيلك ازاي هل انت بخير سافا يبقى صفا دي معناها هل أنت بخير ويخلي بالك في كلمة شبعها بس دي بالتحديد فيها هل هل مستخبية كده هل أنت بخير فأنت عايز تقول لي إيه بالعربي نعم أنا بخير فهتقول لي وي صفا طب فأنا حسألك تاني يا محمد صفا صفا لا وي القول وي صفا وي صفا حسألك محمد صفا وي صفا طيب إحنا بمسلا خلصنا حستنا أو أنا كنت معك في أي مكان ومشي حقول لك إيه طب حترد علي تقول لي إيه أوغفوار أوغفوار برضو إلى اللقاء يبقى أوغفوار ردها أوغفوار ساليو ردها ساليو بونجوغ ردها بونجوغ صفا ردها وي صفا طيب خلي بالك صفا في حاجة شبعها شوية بص كده هنا لما أقول لك صفا رجبتها بتكون وي صفا يعني هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير في سؤال شبعه شوية لما أقول لك كومان صفا كومان صفا هتقول لي تعرف دي أجبتها إيه لما أقول لك كومان صفا وي صفا لا غيرها بقى صفا أقول لك ايوة كمل صفا بين بيعم مخسي الله هو ليه متى فيه فرق بين الاتنين هقول لك ليه بص يا بطر هقول لك مش رادية تثبت يا بتعنيتني يعني ماشي أنا حسقط كده لغوات ما ربنا إيه ديها أهي بص يا بطر لما أقول لك صفا اللي فوق دي معناها هل أنت بخير هترد تقول لي بالعرب إيه نعم أنا بخير صح كده لكن اللي تحت دي معناها هل أنت بخير خالص طب معناها إيه يا ميس معناها كيف حالك لما أقول لك كيف حالك هتقول لي أيوة أنا بخير لا هتقول لي أنا بخير سوين يا محمد نزوط عشان نكتب تحتها أيوة هتبقى أنا بخير شكرا أظن في فرق في المعنى تاني يبقى بقول لك محمد صفا آ قوي صفا هلو قوي طب لما أقول لك محمد كمان صفا صفا بيا بيا ها بيا بيا أقولها على بعضها صفا إيه صفا بيا ميكسي ميكسي بالزب صفا بيا ميكسي أظن الفرق واضح تاني بلما أقول لك انت مثلا بتسأل زميلك اسمه أحمد هتقول له أحمد صفا أحمد انت بخير انت كويس هيقول لك وي صفا نعم أنا بخير لكن لما تقول له أحمد كمان صفا هايقول لك سفا بيا ميكسي يبقى فيه فرق بين المعنيين صح كده طيب لما سألك تاني بونجو ترد علي تقولي إيه بونجو مدام حلو قوي طب يلا نعمل الديالوج ده كده مع بعض أنا هقول لك كده هنعمل الديالوج ما بين محمد وبين هكتب مدام ميسون مدام ميسون يلا نعمل بقى الديالوج ده كل ده كابتل أنا مش عايزة كل ده كابتل يا ناس ايش أنا مفروضة أنا اللي كنت تبدأ مش مشكلة خلينا أنا اللي أبدأه أنا هقول لك محمد بونجو رد علي بقى أقولي إجابتك نخليه مو اتفقنا انت هترد علي تقولي إيه لما أقولك بونجو بونجو مدام كله قوي جميل هتقولي بونجو مدام طيب حل تاني سؤال حاسألولك يا محمد نحامل اسمي أم وانت مو عشان نختصر أسماءنا كبيرة شوي طيب لما أقولك هتقولي إيه يا مو وي صفا جميل تغبية يبقى تقولي نعم أنا بخير يبقى تقولي كلمة وي وبعدين صفا ونعم أنا بخير طب لو غيرتلك السؤال هم طبعا السؤالين دول مش بيجو في محادسة واحدة بس عشان أشوف انت راكست بين الفرق ولا لأ لما أقولك كومان صفا هتقولي بيا 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 بسي جميل طب خلصت انا كلامي معاك خالص وبقولك دكور محمد هتقول لي برضو زيها الى اللقاء تمام كده طيب هتخيل ان انا ادك وبقولك محمد هترد علي تقول لي ايه مدام انا ادك وفي سنك يبقى عادي ترد ساليو بساليو يبقى ساليو دي بين الاصدقاء لكن لما يكون حد اكبر مننا هنقول له بونجوغ طب لو احنا بالليل تقبلنا بالليل وبقولك بونسواغ هتقول لي بونسواغ اللي هو مساء الخير تمام يا بطل طيب انا بعد ما خلص هبعط لك الحفز بتاعك كله طبعا هكون تسميع على وحيكون كمان نطق الحروب والدمائر طيب عندك اي سؤال يا محمد قبل ما اقفل انا كده خلصت عندك اي سؤال انا عندي عند اللي حروف اللي حروف اللي حروف ما لها في 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 حروف مش عارف انطقة كوي تقفت لسه فيها صح تمام انا عارفة انه مش هتيجي معاك من اول مرة بس انت الريكورد اللي احنا عملناه ده هتسمعه مرة واتنين تمام لما تسمعه بص الفرنسية عشان مادة جديدة علينا ونطقها غريب شوية عايزة تكرار 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 في الاول بعد كده مش هتحتاج التكرار ده ولا حاجة فانت هتقعد تسمع الجزء بتاع الحروف مرة واتنين واتا هما تلات مرات بس وتكرر كأن انا بقول وانت بتقول ورايا هتلاقى اسبتت معاك حالطول بس انا برضو هقولها لك كمان مرة وبعد كده ايه قاسيبك ا يلا اقول معاين حمد ا ب ا د ت د د د ا 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 ج ر ر ق ق ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا أنا عايزة الحرف ده يعني عايزة شفافك تبقى مضمومة على قد ما تقدر جميع اللي انت جيبتها او V W X Y Z تمام يا بطل انت هتسمع ريكورد مرة واثنين وتلاتة انا متأكدة في المرة التالتة ان شاء الله هتبقى عرفتون كويس وكل ما تنسى من وقت الى تاني انت كده كده معك ريكورد ده تمام يا محمد يلا حبيب ربنا قل لك مخصيبكو ايه اوغفواغ هترد على اوغفواغ تقول لي ايه بقى اوغفواغ ربطور اوغفواغ كمان مرة اوغفواغ اوغفواغ يلا باي باي حبيب سلام باي باي مع السلام يا ميس سلام حبيب سلام